إذا غاندي في إحدى المعطات كان غاندي يجري مصفعا نحو القطار حتى يلحق به بدأ القطار بالتحرك رويدا رويدا ما دفع غاندي لرغض مصفعا إلا أن قارب على اللحاق به فقفز قفزة تمكن بها من السرود لمخطورته الأخيرة حين أتسم غاندي فرقا لأن الرحلة لم تفت أنه لم يدرك أن تلك الخفزة قلفته سقوط عفردة حدائه في القطار دون أن يدري لم يفكر غاندي كثيرا حبل أن يخلق عفردة حدائه الثانية ولقيها وترعى تتقر بجوار الفردة الأولى تعجب الزقاهم من فعلي هذا سهلوا عن سبب التصرفه قال الحكيم غاندي لن أستطيع العودة للعذارة للفردة التي سقطت مني كما أنني لن أستفيد من فردة حدائه الأخرى لما بقيت معي رميتها على الفقير يجدهما في انتظار بفردة حدائه معنا